اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جديد وحلقة جديدة من أحبك ربي اللهم انظر إلينا بعين الرضا يا رب وانت شايفنا كده مسكين ايدينا في ايد بعض وبنبحث مع بعض عن أحب الأعمال إليك مش بس بنبحث عن أحب الأعمال بنبحث عن كيفية عملها بحيث نفعل ما تحب وكيف ما تحب يا رب العالمين عشان تحبنا وترضى عننا ولو الأعمال دي بتضحك لأصحابها تضحك لنا وتباهي بينا الملايكة عمل النهاردة اللي هو من أحب الأعمال إلى الله هو الشعار الصالحين وهو سمعة النبي صلى الله عليه وسلم اللي اشتهرت عنه وهو دليل انك انت إنسان إنسان في قلبك الرحمة وهو دليل اللي انت فيهمت طبيعة العلاقة بينك وبين ربنا وفيهمت طبيعة الإيمان عمل النهاردة هو فك الكروبات مساعدة المحتاج الحديث اللي وقفنا قدامه وقلنا طيب هو ليه فك الكروبات من أحب الأعمال إلى الله حديث واضح جدا وكأن سيدنا محمد بيساعدنا نفهم ربنا بيحب إيه يا رسول الله لما واحد سأله أي الناس أحبوا إلى الله وأي الأعمال أعظم عند الله فقال صلى الله عليه وسلم أحبوا الناس إلى الله أنفعهم للناس وأحبوا الأعمال إلى الله أو أعظموا الأعمال عند الله سرور تدخله على مسلم تكشف كربة إنسان بعد ما كان بيعيط يضحك بعد ما كان مهموم يبقى سعيد على أديك انت تبقى انت الجسر اللي ربنا بيوصل نفعه للناس عن طريقك انت كده كده ربنا هيساعد الناس كده كده ربنا مغيث يغيث المحتاجين لكن يغيث عن طريق مين مين اللي ربنا عز وجل عن طريق إيدي هيساعد الناس عن طريق إيديك انت انت الجسر اللي بين ربنا وما بين الخلق اللي بتوصل لهم نفع ربنا عز وجل ودي سمعة النبي صلى الله عليه وسلم وما تستغربش وإن كنت حافظ الحديث بس أرجوك اللي حافظه ساعات كتير بنتعود عليه فما نعرفش نطلع منه المنافع فاكر لما سيدنا محمد رجع وهو بيترعش من الغار أول مرة يشوف سيدنا جبريل فقال لي زوجته السيدة خديجة لقد خشيته على نفسي فقالت له يا محمد اللي زيك ما يخافش اللي زيك ربنا ما يضيعوش اللي زيك كبير عند ربنا يا رسول الله يا محمد كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم انت بتساعد ريبك وتحمل الكل بتساعد الضعيف وتقري الضيف بتكرم ضيوفك وتعينه على نوائب الظهر لما تحصل عند حد مصيبة في أيامه انت اللي بتساعده يا محمد صلى الله عليه وسلم فاللي زيك بيعمل أحب الأعمال إلى الله اللي زيك عمره ما يضيع عشان كده النبي لما حب يشبه المؤمن بحاجة وأرجوك فكر معايا في المعنى ده وقل أنا كده ولا لأ لما النبي حب يشبه المؤمن شبهه بالمطرة شوف المطرة إزاي بتنزل تنجد المزارع اللي زرعه بيموت وتشرب العطشان اللي مش قادر وحتى الدواب والحيوانات بتبقى تعبانة ومرهقة جدا جدا في أيام الجفاف ينزل المطرة الكل يفرح قال صلى الله عليه وسلم المؤمن كالغيف أينما حل نفع انت المطرة انت المطرة اللي بتنزل من عند ربنا علشان تغيث بيها المكروب ده اللي احنا جايين النهاردة نغرزه في دمنا ونتعلمه إزاي ما شوفش حوالي أي حد محتاج لو أقدر أساعد أساعد وهتعلم إزاي النهاردة أنا وحضراتكم من كلام النبي وأفعال الصحابة النبي طبعا صلى الله عليه وسلم وأفعال الصحابة وكلام ربنا اللي في القرآن الله إزاي يحبنا ننجد ونفرج كروب العباد قال صلى الله عليه وسلم والله يحبه تحب إيه يا رب عشان نعمله عشان نقول لك يا رب أحبك يا ربي بفعل ما تحب والله يحبه إغاثة اللهفان تخلق باسم الله المغيث وغيث اللهفان وفك الكروبات وانت بتقول ربنا أحبك يا ربي عارف ليه ربنا يحبك تفرج كروب الناس ينظر في قلبك يلاقي الحنية دي الحنية اللي تخلي ساعدتك سببها إن اللي حواليك ما يكونوش محتاجين حاجة لأنك كده تبقى أنت وريث الرحمة النبوية شوف اللقب ده النبي اللي كانت الرحمة في قلبه للعالمين أنت بتورث على قدك طبعا بتورث للي حواليك للي عرفت إنهم محتاجين حد يساعدهم سيدنا محمد ما كانش يسمع عن أي حد محتاج أي حاجة إلا ويكفيه حتى لو هيكلفه ده كل اللي يملك وربنا لما ذكر الأنبياء في القرآن ذكر إن حالهم إن أريدوا إلا الإصلاحة ما استطعت أنا هصلح على قد ما أقدر وأشرف شيء تصلحه هو نفسيات الناس فربنا يحبك تفك الكروبات لأنك كده هتبقى وريثة الرحمة النبوية تعرف أنت عملت في نفسك إيه لما تكون حنين على اللي حواليك بتساعد مش عندك كده لا مبالاة إنما لأ مهمون بهم الناس أنت خرجت من بشريتك أخرجت صفة حب التملك تملك الأشياء تملك الفلوس لأها ساعد بيها تملك الوقت لأها دي أسمع حد يكون نفسه في حاجة يفطفط بيها وأنا قاعدة أسمعه أنت طلعت من بشريتك وارتقيت قوي 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 بس أنا هقولك حاجة قبل ما نكمل مع بعض ونقول هو ربنا يحبنا نفرج الكروبات إزاي بحيث أن إحنا نفعل ما يحب وكيف ما يحب حط نفسك مكان المحتاج لازم الحالة دي تبقى معناه طول الحلقة إنك دايما قبل ما تفكر تساعد أرجوك خلي كده وأنت في بالك كده لو أنا اللي محتاج أحب الناس تساعدني إزاي لو حطيت نفسك في الحالة دي هتعرف تستجيب قوي ربنا لما يقولك تساعد الناس إزاي لأن ناس كتير بتساعد بس هل الكل بيساعد بالطريقة اللي ربنا يحبها دا اللي إحنا النهاردة جايين مع بعض نفتح قلوبنا لربنا والرسوله صلى الله عليه وسلم والأفعال الصالحين ونتدبر فيها ونتتبع يا رب إزاي تحب نفرج كروبات اللي حوالينا علشان نقولك بنحبك يا رب وحبك يا ربي بتفريج الكروبات ولكن زي ما تحب إحنا بنعبدك زي ما تحب يا رب العالمين عرف ربنا أول حاجة يحب يشوفها منك وانت بتساعد الخلق لو فعلا نفسك ترتفع لأحب الناس إلى الله أنفعهم إلى الناس وأعظم الأعمال إدخال السرور على المسلم ربنا أول حاجة يحب يشوفك بتساعد الناس لوجه الله إنما نطاعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورة كتير من الأوقات الواحد لما ييجي في قلبه الرحمة تجاه أنه يفرج كرب إنسان أو يزيل همه ييجي سؤال في قلبه كأن الشيطان هو اللي بيرميه طب أنا لو ساعدت الشخص ده هل في شيء هيعود علي من سمعة من مساعدة من الشخص ده ليا أي شيء هو عائد على البني آدم من مساعدة الشخص ويبدأ ينقي على الأساس ده هو هيساعد ميه لو عنده قدر أن يساعد وكتير من الأوقات تعرف تتغلب على نفسك وتقول لا أنا هساعد لوجه الله ويبقى حالك يشبه حال عليه زين العابدين اللي كانوا بيصحوا كل يوم الصبح 80 بيت في المدينة يلقوا الأكل قدام بيوتهم يكفيهم النهاردة من غير ما يعرفوا مين يوم ما مات انقطعت المساعدات عن البيوت ثم وهم بيغسلوه لقوا آثار الحبال في ظهره عشان هو اللي كان بيشيل الشوال كل يوم يوزع زي مرة واحد كان بيقول لي أبويا لما مات عرفنا قد إيه كان بيساعد الناس ويفرج همهم الجنازة كانت مليانة ناس غلابة مين الناس دول يا جماعة؟ أول مرة أشوفهم في حياتي أتريهم المرضى الفقراء اللي كان أبويا بيعدي على المستشفيات العامة ده محتاج 50 جنيه وده محتاج 100 جنيه وده عملية ب500 جنيه عمال يوزع من فضل الله عليه علشان يفرج هم الناس ويرفع عنهم ابتلاتهم ومحدش كان يعرف هو ما كانش بيدور على أي شيء من وراء هؤلاء الناس عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يحبها بس عارف يحبها ليه؟ مش اتفقنا هنعرف ربنا بيحب إيه وليه؟ حبك لوجه الله طب ليه؟ لأنك لما تساعد لوجه الله أنت عندك اكتفاء بما عند الله اكتفاء من الثواب اللي ربنا هيدهولك اكتفاء من إن ربنا هيعينك مش رب النبي عليه السلام قال إن الله في عون العبد ما كان العبده في عون أخيه اكتفاء إن ربنا يتحك لك زي ما دحك لأم سليم أو أبو طلحة الأنصاري يما كان فيه واحد جعان وجيت عش عندهم أكلوا أكلهم وباتوا هم جعانين بس علشان يذهبوا الجوع عنه فلما أذهبوا الجوع عنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال لهم إن الله ضحك من صنيعيكما بضيفكما هي لا تتخيل يعني صعب أنك تتخيل ربنا بيتحك إزاي كل ما خطر ببالك فالله خلافه ذلك لكن انت حاسز بيها دلوقتي ربنا بيتحك ليك ومن ضحك الله له فلا حساب ولا عذاب عليه يوم القيامة فعملها لله لما تيجي تكفولي يتيم أو يتيمة ما تدوريش أني اللي شعرها أصفر شكله حلو عشان لما صاحباتك يشوفوها اترد الفكرة دي وسعدي اللي محتاجة أكتر اليتيمة الأفقر والأكثر احتياجاً لحنانك ومساعدتك لوجه الله سبحانه وتعالى لوجه الله حتى لو مش تفرق في سمعتي لوجه الله حتى لو الشخص ده مش هيشكرني أعرف واحد لما بيجي ساعد الغلابة حتى ما بيطلبش الدعوة ادعيلي يا حج ادعيلي يا حج لا هو لو دعالي خلاص لو ما دعاليش مش هطلب منه حاجة أنا لو ما كنتش ساعدته ما كنتش هطلب منه يعني أنا لما ساعد وأطلب منه يعني مقابل مساعدتي لا يا ربي ادعيلي يا رب لكن لو ما دعاش أنا مش هطلب منه إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور اكتفاء بما عند الله ومن أراد أن تستجاب دعوته وتفرج كربته فليفرج عن معصر يكفي الجزاء ده من عند ربنا سبحانه وتعالى جل في علا ساعد لوجه الله وانت بتقوله أحبك ربي اقتنعت إن من أحب الأعمال إلى الله إدخال السرور وتفريج الكربات هو ده العمل اللي بنتعلمه مع بعض النهاردة وإحنا بنقول لربنا أحبك ربي بأن أنا أفرح الناس اللي حوالي وأفرش كربتهم حتى أصير عندك يا ربي من أعلى الناس مقاما أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس وأعظم الأعمال سرور تدخله على مسلم لو اقتنعت رقم واحد أعملها لواجه الله تنتظرش أي حاجة من حد لا مادية ولا معنوية وحط نفسك مكان المحتاج تصور لو بتساعد حد محتاج وانت لو انت اللي محتاج بقى وحد بيساعدك وهو عنيه بتقول بس أنا بستني منك حاجة لا يا جماعة ربنا ما يحبش كده واكتفي بالله عز وجل وثوابه ومساعدته ليك اتنين اتنين ابدأ بالأقارب ربنا يحبك الأقربون أولى بالمعروف خيرك الأول يطلع على قريبك وإذا كان أحسن مساعدة في الدنيا وأعظم تفريج كربة في الدنيا أنك تنقل إنسان من الكفر للإيمان وده كان وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم ودور النبي صلى الله عليه وسلم فربنا قال له وأنذر عشيرتك الأقربين ثم قال له لتنذر أم القرى ومن حولها ثم قال له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فابدأ بالأقربين بأي نوع من المساعدة عرف ربنا بيحب ليه؟ أنك تبدأ بالأقارب لأن أقاربك هم أبواب الجنة اللي ربنا فتحها حواليك كل واحد ربنا خلقه وداله قدرة أنه يساعد بأي طريقة طريقة معنوية أنه يسمع المهموم بطريقة مادية أنه يساعد واحد محتاج بطريقة حتى أنه يقف جنبه حتى بالنصيحة حتى حط حواليه أقارب عندهم الاحتياجات على حسب القدرات اللي عنده واسمع الحديث إن لله عباداً اختصهم بالنعم لمنافع الخلق يقرهم فيها ما بذلوها فإذا منعوها أخذها منهم فجعلها في أيدي أقوام الآخرين فابدأ بالأقارب لأن كسرت قلب كبيرة جداً لقريبي لما يشوف خيري طالع على برا كسرت قلب كبيرة جداً لقريبي لما يشوفني بساعد الغريب وهو أنا مش حاسس به خالص حس بقريبك لأول حاجة مش بس قريبك ده حتى قريبك اللي ما بيحبكش وده كلام النبي اللي بيوصف الحاجات اللي ربنا بيحبها وبص نص الحديث لما حكيم بن حزام سأل النبي أي صدقة أعظم يا رسول الله قال صدقة على ذي الرحم الكاشح كاشح يعني حقود يبص في بيتك يحسدك يبص في اللي في إيدك يتمنى يبقى عنده ده أكتر واحد تساعده لله عشان ده قريبك اوعى تفر من أبواب الجنة ابدأ بالأقارب وأنا بقولك وبفكرك وبفكر نفسي وبقوصي نفسي وإياكم في واحد ممكن يكون كل همه إنه محدش بيسمعه قعدوا واسمعوا في واحد كل همه ومبلغ صغير أنت تقدر عليه واحد كل همه ومساعدة معنوية بنصيحة هو مش قادر ينصح نفسه ولا يفكر ولا عقله جاي بحل المشكلته أنت اللي تقدر أرجوك شوف إميكانياتك وشوف أقاربك أبواب الجنة مش بس أبواب الجنة ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الرحم ستقف على الصراط صراط الرحم والأمانة عشان يحموك لألا تسقط في النار وإنت بتعدي من فوق النار عشان تعدي للجنة الرحم أقاربك هم اللي هيساعدوك هنساعد بدون مقابل لوجه الله اتنين هنبدأ بالأقارب اقتم معاكم لو بتقول لها ربنا أحبك ربي بتفريج الكربات ومساعدة الناس وإغاثة اللهفان ربنا بيحبك تصبر على المحتاج لو تقدر لغاية ما تخلص له حاجته في ناس يا جماعة احتياجاتها بتطول شوي بل خلينا أقول لك إن في مرضى محتاج تزوله الأسبوع ده والأسبوع اللي جاي وبعد الأسبوعين كمان والانت قاعد معاه مش قاعد بس بتأدي أداء واجب انت قاعد مبتسم انت قاعد بتخليه تفائل ويرضى بقدر الله انت قاعد بتبشره فالموضوع محتاج نفس أصبر على المحتاج لغاية ما حكته تنقضي أعرف في واحد كان عنده مشكلة عليه أواضي هو محتاج فلوس بس مش بس فلوس محتاج حد يبقى معاه في المحكمة يقف جنبه لأنه مش بيعرف يتعامل مش بيعرف يقف قدام القاضي ويقول مشكلته ممكن يتنصب عليه بسهولة راح لواحد صاحبي عنده جماعية خيرية وقفه واصحابه معاه راحوا معاه المحكمة ادوه المبلغ اللي يقدروا عليه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ربنا اداك المبلغ ده ده رزق الرجل ده انت اللي هتبقى بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى فسعدوه ووقفه معاه قضية في التانية في التالتة لغاية ما خلصه السبع أواضي وقف الرجل بمنتهى الحماس والصدق يا رب اكرم الناس دي يا رب ساعد الناس دي يا رب فرح الناس دي اللي وقفوا جنبي لغاية ما خلصوا لي مشكلتي أقولك حاجة شايف الجسر اللي ورايا ده الجسر اللي بتعبر عليه آلاف العربيات في اليوم كن أنت جسرا جسرا بين الخلق وبين السعادة الناس تعبر عليك من الهم والكرب للسعادة وقف انت الجسر ده الجسر اللي بيعدي عليه آلاف العربيات انت مئات وآلاف الناس يبقى انت السبب في ان هم يبتسموا بعد كرب وهم كن جسرا يعبر عليك الخلق من الهم إلى الخير من الهم إلى السعادة وقش بالروح دي وقل يا رب يوم القيامة نفسي آجي والناس حوالي مش شايف آخرهم من كتر ما كنت بساعد ليك عشان انت تفرح فلما تفرح ترضى فلما ترضى تدخلني جنتك وابقى في جوارك وجوار النبي صلى الله عليه وسلم خليك زي سيدنا محمد ما السيدة خديجة قالت له انت لا يمكن تضيع مدام انت بتصل للرحم وبتحمل الكل وبتغيث الملهوف يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلي دي روحك قل له احبك ربي بتفريج الكربات يا رب يا رب اجعلنا من الناس الذين قال فيهم رسول الله من مشى مع أخيه في حاجته حتى يثبتها ثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام أيوة يوم تزول الأقدام هتفضل مع صحبك أو مع قريبك أو مع واحد ما تعرفوش لغاية ما تخلص عشان ربنا يخلصك يوم القيامة من أي لحظة عتاب أو عذاب ويتحكلك ويدخلك الجنة ويوقفك في ضل سبحانه وتعالى ويرضى دنيا وآخرة ايه رأيك من بكرة وانت صايم وانت صايم في أشرف حالاتك كده تنزل وتدور على حد محتاج تفرحه واتدحكه وابدأ بقى ريبك لوجه الله واصبر لغاية ما تخلصها لو تقدر عشان تقول له احبك ربي بعوني وتفريج كربات الخلق لوجهك احبك ربي بالبداية بالأقربين احبك ربي بالصبر على المحتاج حتى تفرج كربته وتقول له يا رب ده اللي قادر أعمله راضي ولا لأ يا رب ارضى يا رب وافرح يا رب واتحك لنا يا رب وباهي بنا الملايكة يا رب نفسنا في رمضان نرتقي المنزلة المحبين والمحبوبين وانت ترضى عننا يا كريم احبك ربي بتفريج كربات العباد احبك طمعا وآملا احبك قولا وعملا احبك طمعا وآملا احبك قولا وعملا لك العب حتى عب تعفو وترضى لك العب حتى تعفو وترضى ويرتاح قلبي بذكريك ربي احبك ربي احبك احبك ربي احبك